موسيقى مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم هذا اليوم تقلصت سرعة الرياح بأغلب المناطق باستثناء بالشمال الشرقي حيث كانت قوية إلى قوية نسبيا بعد الظور وكما تلاحظوا عبر سوار القمر الصناعي كانت تقس عامة قليل السحب درجات الحرارة عند الظهر تروحت إجمالا ما بين 17 و 22 درجة وكانت في حدود 14 درجة بالمرتفعات بالنسبة إلى هذه الليلة يتواصل التقس عامة قليل السحب مع ظهور ضباب محلي آخر الليل الرياح ستكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة معتدة ببقية الجهات والحرارة الليلة ستكون إجمالا ما بين 12 و 16 بالمناطق السحيلية أقل داخل البلاد ما بين 16 درجات تقس بارد خاصة غدوة في الصباح بكري التوقعات الجوية اليوم الغد إن شاء الله بعد تقشع الضباب المحلي في الصباح سيكون تقس عامة قليل السحب الرياح من قطاع الغربي قوي نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فما تدلى ببقية المناطق أما الحرارة قصوى المنتظرة يوم الغد إن شاء الله ستكون بتونس الكبرى في حدود 19 درجة 19 بنابل 18 بقليبيا 18 ببنزرت 17 بباجا واتبرقة 18 بجندوبة 17 بسيليانا 16 بالكيف 19 بزغوان 16 درجة بتالة 20 بالقيروان بجية الساحل بعد تقشع الضباب المحلي في صحوب قليلة 18 بسوسة المناستير 17 بالمهدية وبيسفاقس وقارقنا سحوب عامة قليلة 18 درجة بي سيدي بوزيد 18 مع بعض الصحوب بالقسرين 17 درجة بالجنوب الغربي سحوب عامة قليلة تدر شمس فترة طويلة 16 بي قفسة 17 بي توزر وكبلي وبالجنوب الشرقي بعد تقشع الضباب المحلي في الصباح ستكون سحوب عامة قليلة 17 بي قابس 18 بي جربة ومدنين 17 بي تطوين رمادة و 16 درجة بأقسى الجنوب بالبرمة بالنسبة للميلاحة والصيد البحري تقلصت سرعة الريح لكن البحر سيكون شديد الاتراب فمضطرب نتيجة للرياح خلال يوم أمس والليلة الفارتة وسرعة الريح تصل أحيانا إلى 30 عقدة البحر شديد الاتراب فمضطرب بخليج الحمامات إلى منطقة الشابة ستكون الرياح سرعتها مبين 15 و 25 تتقلص بعد الظهر لتكون مبين 15 و 15 عقدة والبحر مضطرب بالنسبة إلى خليج جابس ستكون الريح غربية سرعتها مبين 15 و 25 عقدة والبحر متموج إليكم الآن التوقعات الجوية ببعض المدن العربية والأوروبية بنواق شوت تقس مغيم 29 درجة سحب عبر بالدار البيضاء 18 سحب قليلة بالجزيرة عاصمة 18 درجة سحب قليلة أيضا بترابلس 19 درجة وسما صافيا إلى قليلة السحب الخرطوم 28 درجة بالقاهرة سحب قليلة 23 درجة سحب قليلة كذلك بكل المدينة المنورة ومكة المكرمة 26 بالمدينة و29 بمكة بمسقط سما صافيا 27 درجة كذلك بأبوظبي 24 بالدوحة سحب قليلة 26 بالكويت 21 كذلك ببغداد وبعض السحب بالقدس الشريف 18 درجة سحب عبره ببيروت وديبشق 24 درجة باستنبول سحب حيانا كثيفة 14 درجة سحب عبره بروما كذلك بمارسيليا 14 تقس مغيم ببريس سحب كثيفة بعض السحب بجينيف أمطار بامستردام وبروكسيل 14 درجة أمطار أيضا بلندن 13 سحب عبره بمدريد 9 درجات وسحب كثيفة بلشبون 12 درجة التوقعات الجوية بالنسبة إلى الأيام القادمة إن شاء الله يتواصل التقس عامة في استقرار ستكون السحب قليلة ثم تقس مغيم جزئيا في العشية بأغلب الجهات تقريبا الحرارة تبقى دون تغيير مع انخفاض طفيف أقصها سيكون مبينة 16 و 21 درجة الرياحة ستكون من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدة داخل بلاد ومعتدة إلى قوية نسبيا بكافة المناطق السحلية البحر محليا مضطرب بخليج جابس وقليل الاتراب بخليجي تونس والحمامات وكذلك ببقية السواحل الشمالية يوم الأربعة ستكون الرياح من القطاع الجنوبي سرعتها ضعيفة فمعتدة قوية نسبيا بالسواحل الشمالية تقسم غيم جزئيا ستظهر بعض الغيوم من النوع المرتفع ما نتوقعش نزول الأمطار والحرارة ستكون عامة في استقرار ما بين 16 و 19 درجة شرق الشمس يوم الغد إن شاء الله سيكون في الساعة السابعة و 29 دقيقة وغروبها في الساعة الخامسة و 9 دقائق لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة موقع الواب الخاص بالمعهد الوطني للرزد الجوي هو استعمال الموزع الصوتي 88-40-04 مرات للحصول على بختلف النشرات الجوية أوقات الصلاة اليوم الغد الاثنين 25 ديسمبر الموافق للثاني عشر من جماد الثانية صلاة الصبح بداية من الساعة الخامسة و 56 دقيقة الظهر ابتداء من منتصف النهار و 26 دقيقة العصر بداية من الساعة ثانية بعد زوال و 50 دقيقة المغرب بداية من الساعة الخامسة و 21 دقيقة و صلاة العشاء بداية من الساعة السادسة و 42 دقيقة في الختام شكراً على المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر